أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم رح أتكلم عن لمسات المسيح الثلاثة ثلاثة يمكن تستغرب من هالكلمة هو يعني المسيح لمس ثلاث مرات لأعزائي كان يسوع يجول يصنع خير وكانت الناس تلمس يسوع وكان يسوع يضع يديه على الناس فتبرأ اللي استحوزني واللي لفت انتباهي لهذا الموضوع في صديق بعتلي على اليوتيوب على موضوع اسمه أو يعني شيء مشهور اسمه أمريكا جات تالنت أمريكا في عندها وزن أو موهبة وشو كانت هذه الموهبة طلع شخص لابس ملابس سبوكي يعني هيك مخيفة نوعا ما وحاطت ماسك على وجه وقناع وشكله غريب والموسيقى اللي كانت تلعب والمناظر اللي من خلفه كانت غريبة وطلب من شخصين يجلسوا على المقاعد وكان بيلمس شخص وكانت الفكرة الكونكتيفتي انه لمسة هذا الشخص بتصل للشخص التاني بيعمل نفس الحركة طبعا الناس تصفيق هائل واصيبت بالانذهال واصيبت وعاو شو هالمعجزة شو هالعجيبة شيء فائق للخيال وانا عدت افكر ما هذا الغباء ما هذا التفكير السفيه فعلا الانسان عندما يصاب بعمى روحي كل شيء جميل بيتحول لشيء كأنه يعني كأنه غلط اللي عاوزة اقوله احبائي يسوع كان يلمس الناس والناس كانت تلمس يسوع لكن مش لمسة سحرية لانه يسوع حيث وجد يسوع حضور يسوع كان دايما فيه بركة كان دايما فيه شفاء جابوا الاطفال ليسوع المسيح كان يضع يديه على الاطفال ويبارك وهذا كانت الطريقة المسيح طبعا غير محدود شفى بكلمة كان بيتكلم بالكلمة وكانت الناس تشفى شفى بلمسة شفى عن مسافات شفى من خلال حضوره واذا بتقرأ في الانجيل المقدس بتشوف عشرات الطرق والوسائل اللي رب يسوع المسيح كان بيشفي فيها وكانت معجزاته متعددة فعلا يعني تتخطأ اي شيء مستحيل كانت معجزات في الطبيعة كانت معجزات شفاء اخراج شياطين فتح عيون وهكذا تطهير الابرس شفى وناس كثيرون لكن ركزت على لمسات المسيح التلاتة كل هذه اللمسات فعلا باختصار يعني بتتركز على هذه التلاتة لمسات انها لمسة غفران لمسة حنان وانها لمسة احسان وكيف ما بتنظر لمعجزات المسيح دايما فيها قيادة للغفران دايما فيها حنان تعبير عن مشاعره الدافئة عن محبته الغير مشروطة عن نعمته اللامتناهية وفي نفس الوقت احسان لانه كان دايما معجزاته رحمي وخير مملوئة بالبركة ومملوئة بالنعمة هذه اللمسات هي لمسة تغيير لمسة تحرير ولمسة تطهير ايضا طبعا يعني منشوف في الكتاب لمسات كثيرة من خلال يسوع المسيح اولا انها لمسة غفران في اشعياء اصحاح 6 بيتكلم عن نبي الله العظيم واحد يعتبر من اعظم الانبياء اللي كتبوا سفر اشعياء بالوحي الروح القدس ويعتبر النبي الانجيلي يعني كتب اكتر نبوات عن يسوع المسيح وعن الممالك الاخرى هذا النبي كان في عنده اختبار عميق في محضر الله في بيت الرب في الهيكل وكان بالتحديد في ايام وفاة عزية الملك شاف محضر الله وشاف قداسة الله شاف رهبة الله فصرخ وقال ويلن لي ان انسان نجس الشافتين ولاحظ واحد من السرافيم واحدة من الملايك الكبار يعني رح اخد جمرة بملقط من المذبح مذبح البخور بدي يكون طبعا وبيده الجمرة قد اخذها بملقط من على المذبح يعني باقتبس الاية كما جاءت في شعية ستي وبيده جمرة قد اخذها بملقط من على المذبح ولمس بها فمي وقال ان هذه قد مست شفتي فانتزع اثمك وكفر عن خطيتك بتقول لي طب شو جاب شعياء ليسوع المسيح في يحنى اسحاح 12 في آية 41 بيتكلم عن نفس الاختبار اختبار شعياء في محضر الرب ويقول هذه العبارة عن اشعياء حين رأى مجده وتكلم عنه اي تكلم عن يسوع المسيح وكأن الامر مستقبلا لان المسيح هو الذي يكفر عن الخطية ويكفر عن كل خطايا العالم هذا النبي العظيم تغيرت حياته نال الغفران تغيرت حياته تغيرت خدمته اتغيرت دوافعه اتغيرت ارساليته حتى اتغيرت طريقة نبوته اتغيرت نظرته للناس ونظرته لالله لما شاف نفسه في محضر الله قال ويل لي نظرته اتغيرت للناس لأنه كان في الاصحاح الخامس دائما نقول ويل لكم ويل لكم ويل لكم فلما تغير في محضر الله لمسة غفران قال ويل لي فتغيرت حياته وتغيرت رسالته وارساليته ونظرته للناس اصبح ينظر بمنظار فيه النعم الالهية والاحسانات الالهية انها لمسة غفران عندما تلمس يسوع لابد ان يحدث شيء معه اللمسة التانية احبائي هي لمسة تطهير في واحد ابرس في يحنى تمانية جاء الى يسوع وقال يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني طبعا خلينا ندرك العادات انه ممنوع اي انسان يتقدم للابرس لانه نجس وهو لازم يصيح نجس وهذا المرض معدي جدا فهذا الشخص محروم تقسيا دينيا اجتماعيا روحيا عائليا يعني لا يستطيع ان يقترم الى اقرب الناس اليه اولاده وزوجته لازم يكون برا خارج المحل كما يقول فتحنن عليه يسوع وتقدم ولمس الابرس فطهر من برسه فلم يتنجس المسيح بلمس الابرس بل تقدس وتطهر الابرس بلمس يسوع المسيح وفي قصة شبيهة طبعا امرأة نازفة دم لمدة 12 سنة وما خلتش سبيشاليست ما خلتش طبيب انفقت كل معيشتها على افضل الاطباء في وقتها وفي عصرها ايضا اخيرا جاءت بحالة يعني يائسة ممزوجة بايمان بسيط وقالت جاءت من وراء يسوع جاءت من ورائه وقالت ان مسست هدب ثوبه فجاءت ولمست هدب ثوبه وطبعا الامرأة مكتوب عنها ففي الحال وقف نزف دمها تعرفوا احبائي في انجيل متة مكتوب فلما عبروا جاءوا الى ارض جنسرات فعرفه رجال ذلك المكان فارسلوا الى جميع تلك الكورة المحيطة واحضروا اليه جميع المرضى وطلبوا اليه ان يلمسوا هدب ثوبه فقط فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء هدب ثوبه طبعا الرباء اليهودي والشخص الى اليوم في اورشاليم اذا بتيجي على حائط المبكة بتشوف الخاسدين كلنا لابسين نوع من الملابس اللي فيه الهدب هي عبارة عن ملابس طالعة من تحت الجاكيت لها زي الشرشي والفكرة في بعض التقاليد اليهودية كانوا يؤمنوا انه من خلال هذا النوع من هذا الملبس او هذا الهدب في حضور خاص مميز في مجد خاص وفي نور خاص فكتير من الناس كانت تروح للرباء وتلمس هذا الهدب كنوع من التلمس كنوع من البركة هذا كان في التقليد اليهودي فكانت نفس الفكرة يعني لمسوا هدب ثوبه لكن في شيء اكتر كانت قوة تخرج من يسوع كان حضور يسوع واضح والنتيجة جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء وهكذا الامرأة النازفة اللي 12 سنة بتتألم تتعذب مثل الابرس محرومة دينيا روحيا اجتماعيا تقصيا الام نفسية داخلية في حياتها اخيرا تجرأت ولمست المسيح وقال لها ايمانك قد شفاك اذهبي بسلام ثم لمست يسوع المسيح هي لمست حياة في لوقا سبعة آية 14 مكتوب عن ارملي ارملي التقنين عندها ابن وحيد وكانوا خارجين طالعين بالجنازلة خارج البلد وطبعا يعيني شاف المنظر يسوع المسيح اتحنن على هذه الام لانه الابن يعتبر مصدر معيشتها مصدر رزقها مكتوب عن يسوع ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون كان في قوة من يسوع فوقف الحاملون مكتوب فقال ايها الشاب لك اقول قم فقام الميت حبائي اللي بيلمس الميت كان بيتنجس بحسب طبعا الشريعة لازم يضلوا للمساء بعدين يغتسله وملابسه وبعدين بيرجع للناس لكن لمست يسوع لمست حياة مين اللي بيعط الحياة كما انه الله نفخ في نفس ادم فصار ادم نفسا محيح هاي يعني وهكذا يسوع يستطيع ان يسترد الحياة مكتوب فرجعت روحه يعني لمس النعش وقال قم لك اقول قم فقام الميت امام الجميع وهكذا في قصة شبيهة كمان ابنة وحيدة لرئيس المجمع عمرها 12 سنة ماتت ودعوا يسوع المسيح فالمسيح لمس امسك بيدها ونادى قائلا يا صبية قومي فرجعت روحها لما بتطلع الروح يعني الله اللي عنده السيادة والسلطان هو اللي بيخلق الروح ولما بتطلع الروح هو اللي عنده السلطان فرجعت روحها لانها لمست حياة تعرف احبائي المسيحية هي حياة مش ديانة ميتي مش بس بتعتمد على قوانين وانظمة شيء اعظم بتعتمد على مثال شخص الرب يسوع المسيح اللي هو حي فنحن احيا في يسوع المسيح ثم هذه اللمسة احبائي باختصار هي لمسة شفاء لانه مثل ما قرأنا وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء اسمح لي ان اقرأ من انجيل مرقص اصحاح تلاتة وخلي بالك من الكلمات مكتوب في اي سبعة فانصرف يسوع مع تلامذه الى البحر اللي هي بحير الطبرية وتبعه جمع كثير لاحظ الكلام جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن اورشاليم ومن ادوميا يعني من الجنوب شرق جنوب يعني وين البترة اليوم من ادوميا ومن عبر الاردن اللي هي فايام المسيح منطقة برية كان مسؤول عنها هيرودوس انتيباس وطبعا بتكمل للمدن العشرة اللي هي ديكابوليس شوف الكمية الناس والذين حول صور صيداء من شمال جمع كثير اتسمع كم صنع اتوا اليه فقال لتلاميزه ان تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يزحمه لانه كان قد شف كثيرين حتى وقع اسمع حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه دا والارواح النجسة حينما نظرته خرت له وصرخت قائلة انك انت ابن الله وطبعا وطبعا هذه المعجزة يعني بالكم وصلت الى مسافة تخطط كل الاراضي المقدس وصلت سوريا لبنان الاردن وكل الاراضي المقدس في منطقة اليهودية اواسط والجليل ومحول الجليل مناطق شاسعة كلها جاءت ليسوع المسيح وجميع الذين جاءوا لمسهم ونالوا الشفاء بتشوف نفس الشيء في انجيل مرقص اصحاح ستة من آية سبعة عشر ونزل معه موقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب جمهورهم تطلع باللغة الاصلي بتتكلم عن الالاف الالاف من جميع اليهودية وارشليم وساحل صور وصيداء الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من امراضهم والمعذبون من ارواح النجسة وكانوا يبرؤون وكل الجمع طلبوا ان يلمسوه لان قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع فاذا احبائي منشوف في كل هذه القراءات انه اي شخص كان بيلمس يسوع مش نتكلم على منظر بهاي امريكا جات تالند واحد بقوله الناس واو هم تتكلم عن الاف مؤلفة من الناس اللي كانت تيجي وتلمس يسوع المسيح وجميع اللي كانت لان الشفاء احبائي هو من الاعمال النعم والرحم الالهي مرة في المجمع مرأة منحنية دعاها يسوع وضع عليه يدي ففي الحال استقامت لمس الاعمى وخلق عينان جديدتان لهذا الاعمى وعندما دعا تلميذه ان يذهب يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون لكن بتعرف حبائي في خدمة بولوس الرسول مكتوب في اعمال رسول اسحاح 19 من اية 8 مكتوب وسمع كلمة الرب جميع الساكنين في اسية من يهود ويونانيين وكان الله يعمل ايات غير المعتادة على يدي بولوس شو هي الايات الغير معتادة حتى كان يؤتى عن جسده يعني يلمس جسد بولوس عن جسده بمناديل او مآزر الى المرضى فتزول عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريرة منهم يعني الناس لدرجة كانت تجيب المآزر والمناديل بس مجرد يلمس جسد بولوس وياخدوها يحطوها على المريض كانت تشفى والارواح النجسة كانت تخرج فاذا لمسة يسوع هي لمسة تغيير لمسة تحرير ولمسة تطهير انها لمسة غفران لمسة حنان لمسة احسان انها لمسة قوية مصحوبة بجلال الهي بسلطان الهي كانت تخرج منه قوة وكل من لمسه نال الشفاء وهي التواصل هو عن طريق شعب الرب وكنيست الرب اللي بتمارس ارسالية المسيح انه تقدم للعالم رسالة الغفران رسالة المحبة رسالة الشفاء رسالة الحرية رسالة الطهارة فمن يستطيع ان يطهر النجس من يستطيع ان يطهر انسان غمس في حياة الشر واصبح يعني في اسفل دركات الهاوية والظلمة اعمت العينين من الممكن يطلع من الظلمة ممكن يحرر لمسة واحدة من يسوع المسيح تستطيع ان تعمل معجزات في حياتك هل تحتاج الى هذه اللمسة كل ما تحتاج قل يا رب انا اليوم باعترف بخطاياي انا بتوب عنها انا باقبلك اليوم انت ربي انت مخلصي انت سيد تعال يا رب المسني المس ولادي المس مرضي المس عملي المس بيتي المس كل ما تمتد بصلي في اسم الرب يسوع كل ما تمتد اليه ايديك تمسك الطراب يتحول لدهب في اسم الرب يسوع فعلا يحول اللعن الى بركة والظلمة لنور والموت لحياة والكآب الى فرح والحزن الى قوة هذا هو عمل الرب يسوع المسيح فهل تأتي الى يسوع لكي تلمس يسوع وتقول له يا رب انا اتبعك اليوم الرب يباركك وعلى فكرة شارك بحب اسمع منك الرب يكون معك اشتركوا في القناة